مثل هذا الشعار تماما فإن الخائفين لن يصنعوا ديمقراطية المشهودة في العراق صوت يلزم العراقي اليوم على أن يضع ورقته في صندوق الاختراع التي ستجعله الأيام المقبلة الحبلة بتوقعات مصير العراق رهينة التناحر وتحقيق الأطماع والمصالح الشخصية لكنه نفور من العملية الانتخابية وأخر تأييد للتصويت وطيف يؤمن بالمقاطعة استجابة لعدم القناعة في البرلمان الحالي أو المقبل ثم تحت جاج وغضب يبرر رفض نشطاء العملية السياسية واستحواذ جهات على وجوه ورموز البرلمان المقبل لكن القوى الخفية التي تسيطر على المشهد وهذا لسان حل العراقيين أنفسهم تذهب إلى أصحاب المال السياسي وارتداء قناع الدين عند بعض الجهات لاستغلاله في المعترك السياسي وصراعات المذهبية التي تثيرها مجموعة لتحقيق مكاسب وصناعة دعاية انتخابية تصنع لهم الفارق في أرقام الاقتراع وهو ما يقتل أحلام أحزاب تشرين التي تريد المشاركة في الانتخابات مصادر تتحدث عن أن 107 أحزاب فقط ستشارك في الانتخابات المقبلة من أصل أكثر من 300 حزب مسجل أو قيد تسجيل عندما خرجت تظاهرة تشرين في أول بزوغ فجر لها كان المطلب ولزال حتى اليوم تحقيق انتخابات حرة ونزيهة وآمنة حرة في اختيار المرشح دون إجبار ونزيهة من حيث ابتعادها عن المال الأسود وآمنة تضمن روح العراقيين دون قتل وترهيب واغتيالات لإثارة فوضى الدم من جديد خلاف هذه الشروط الثلاثة لن تكون النتيجة سوى الانهيار في المنظومة السياسية وحتى في منظومة المجتمع العراقي ترجمة نانسي قنقر